تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرالي في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة وخلال اجتماع لمتابعة مؤشرات الأداء المالية للموازنة العامة وجه رئيس السيسي بتكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية كما شدد الرئيس السيسي على أن الهدف الأساسي من جهود الدولة هو تحسين أحوال المواطنين قال عضو في حركة الجهاد الفلسطينية للرويترز أن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين وأوضح المسؤول أن المحادثات ستركز على سبل إنهاء العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة يواصل معبر رفح البري استقبال الشاحنات الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين ودخلت إلى الجانب الفلسطيني ست شاحنات وقود وعدد كبير من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية فيما اصطفى عدد من الشاحنات أمام المعبر تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة كما استقبل ميناء رفح الجرحة الفلسطينية ومرافقهم للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال يقصف الطرق بين مخيمات المنطقة الوسطى بالقطاع لإعاقة وصول سيارات الإسعاف في الأماكن المستهدفة يأتي ذلك بعد استشهاد أكثر من 70 شخصا وإصابة المئات غالبيتهم من الأطفال والنساء في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي القصص بمخيم جبلية شمال قطاع غزة وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في الأفراد والأتاد نتيجة تلك المواجهات التي وقعت أيضا في خان يونس ومناطق أخرى بالقطاع ومن جانبي أعلن جيش الاحتلال مقتب جنديين وإصابة آخرين في تلك الاشتباكات وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لعدد من مدن وبلدات الدفة الغربية ففي مدينة جينين اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية المدينة ودهمت عددا من المنازل وسط إطلاق النار ما أدى إلى اندلاع مواجهات وفي مدينة رامالا اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دير عمار وسط اشتباكات مع عدد من الشبان ورياضيا يلتقي الأهلي اليوم مع سراميكا كيلو باترا في دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري والتي ستقام في الإمارات وفي مباراة أخرى بدور ذاته يواجه برامد فريق فيوتشر والتقي الفائز من المبارتين يوم الخاميسة المقبل في نهائي كأس السوبر الذي يقام لأول مرة بشكله الجديد ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر